لما كان قوله مصطلحات في المغرب عدنا مصطلحات معبرة ومصطلحات قوية يعني احتى المصطلحات مي كان قوله رفيسة العمية مي كان قوله بركوكش مي كان قوله رفيسة مي كان قوله الترداء مي كان قوله السيكوك يعني كتلاحظ القوة دي المصطلح والحمولة دياله فاليوم ان شاء الله حديثنا غيكون على مشير رفيسة إنما رفيسة العمية قد يتساءل سائل هاد الرفيسة العمية هادي وغادي نشوف الاصول ديالها احنا لما كنرجع الوجبات كنرجع الاصول فالاجتهادات كتبقى اجتهادات لكن كما احضرنا البارح لطبق اللي بيصارف واحد القالب لهو تاريخي وحطينا له الاسوس دياله فاليوم ان شاء الله غادي نهضره على الرفيسة العمية بالنسبة لهاد المصطلح هاد ديال الرفيسة الرفيسة المصطلحة معروف مغاربة كلهم كيعرفوه جاء من فعل رفاسة يعني بعض المرات كان بقوا نجيبوشي قيصاص كان عاكن من الخيال لما تمشي ترجع الاصل ديالكلمة الرفيسة بزاف الناس كيردو بعد التاريخ ما نبقوش عفا كما هين نجتهدو في التاريخ التاريخ عندنا احنا الرفيسة كانت في المغرب قبل الاستعمار قبل الاستعمار لما تمشي بعض الناس كيكتبو على التاريخ ديال الرفيسة شنية الرفيسة؟ هي واحد كان عجباته الرفيسة وكيقول غفاسة زي ما عودها لا علاقة بهذه المسألة هدية بس كي يعني واحد حاجة واحد كيهضر باللغة الفرنسية عجباته واحد وحد وقال لك غفاسة وسمينها الرفيسة الرفيسة كانت حتى قبل الاستعمار باش نتفقوا على هذ المسألة نجيو للمسألة الرفيسة العمية الرفيسة العمية بمناسبة لش كنهضروا عليها في هذ الوقت هدايا؟ لش خلينا ترى هذ الوقت عاد مشينا كان يدروا على البيصارة وكان يدروا على الرفيسة أخو أولا الرفيسة العمية نرجعوا شوية للتاريخ كي ما رجعنا مع البيصارة كي ما رجعنا والتاريخ هو المستقبل هو الحاضر هو المستقبل هنا عدنا التاريخ ديهانا أولا الرفيسة هي تحضير هي وجبة براج recruited of the intelligence دي الأجداد ديهانا براءة اختراع دي الأجداد هنا قد نقول كيفاش خرجت رفيسة كما هدرت على البيصارة البارح كيفاش خرجت رفيسة منين خرجت وشنا هي الظروف اللي خرجت منها رفيسة لاش لأنك يقول لك الحاجة أمه الإختراع شنا هي الحاجة أمه الإختراع الناس عندها المرأة المغربية عندها وحد لها سيتيواشيون في الدار خصت تخرج وجبال وليداتها فكيفاش جات هذه الرفيسة هذه أولا هي براءة اختراع ديال المرأة وديال المغربي الاسيل بلوفي دينفونسيون خصو يرجع للمرأة المغربية علاش المرأة المغربية كانت كتعيش كانت كتعيش في الجبال ديال أطلس الكبير والأطلس الصغير وجبال الريف والجنوب والشمال وبالتالي كانت عندها ظروف اللي هي خلقت منها مرأة دكية كما الرجل كان عندنا دكاء كبير الجغرافية ديالنا خرجت إنسان دكي مي كقول إنسان داكار وأنتو أطفال كانوا أطفال أدكياء عندهم وحد البصيرة خطيرة جدا أطفال ديالنا احنا شوفوا ألعاب الأطفال اللي كنا كاللعبوا احنا في الصغر ديالنا كانت ألعاب كلها كتخدم الدكاء ديال الطفل لا الألعاب اللي عند الأنتا ولا الألعاب اللي عند داكار كنا نظر على الأطفال فيما يخص الرفيسة الرفيسة قلت أنا بحكم الجغرافية ديال المغرب بحكم بزاف ديال الأمور خرجت هذه الوجبة ديال خرجت من التقافة المغربية الأصيلة فالمرأة المغربية بالحس الدكاء ديالها والنظرة التاقبة كان عندها حس ومن ضمن النوقات اللي كانت قوية فيهم المرأة المغربية الحس الاقتصادي كان الحس الاقتصادي عند المرأة المغربية جميل وقوي بزاف فشنو هي كتتحطفو حد الوضعية شنو هي هذه الوضعية الناس خاصهم يعرفوا في قديم الزمان ما لغزمونش الناس ديال اليوم ما عاشوش هاد الفترة هاد والناس اللي عاشوها را كتتقاسلوا من النوستالجي ورا كيعرفوني يعنيش كان هاد كان عندنا احنا السوق الأسبوعي واللي نتمنى أن هاد تقافة السوق لأن السوق ما كتبشي مصباح للسوق وجيت العشية كتعيش كأنك عشتي في واحد المجتمع سنة كاملة كتشوف كل شي حاجات الزوينين ونحاجات خيب���ين درس scenes واللدي كانديل السوق الأسبوعي لكي يستافد حت كينه الأشياء مينية من الفجر ح vídeos اثياء السوق اشياء خيالية كيشوفها ولدك وك groteشوفهاich كان السوق الأسبوعي السوق الأسبوعي ماترنا في طرده حناyor مثلاWaized care كان عدنا يوم الخميس يوم الخميس كيتسوق الناس لمدينة وزان الضواوير كلها بنواحي إلى وزان كتمشي إلى مدينة وزان كنا ك parapمر عشر 800 كلومترة على الجلنا لكن كنا نهت personnel للمداشرة ود資ائل عشر 800 كلومتر Lets gode multifunم نتسجد حان القاخ um 30 8 كال �ين لا تنبخب أتى كل الأخيرة إنه عشر 10 كيلومتر في تسويق 10 كيلومتر 30 كيلومتر في النهار فيه كناك يمشي كناك يمشي للسوق الأسبوعي وشنو فيه؟ فيه دك شي اللي تخيله اللي عنده شي برد كي يديه يصوبه اللي عنده شي صندالة كي يديها يطرفها اللي عنده شي حدي حياتها ككنت هذا واقع دينا هذا حقيقة دينا نحن في المجتمع ولا نخجل من هذا بالعكس نفتخر به كان نهار 3 والأربع كنت بدأت تسالة المأونة شنية المأونة قصد شنية لبيت الخزير راه كاين أنا كنهضر عبش يمشي الإنسان للسوق فالمرأة كتشيط لها الخبز نهار الجمعة كتدير كسكسو كي بقل أنا حديثي اليوم لأن الرفيسة العمية الرفيسة العمية النجمة هو الخبز ليابس عبش نكونوا عارفين هو الخبز ليابس عبش الناس يعرفوا الرفيسة العمية هي الخبز ليابس مسقية باش مسقية نغن هضر عليها باش نحطون الأمور في النطاق دياله لأن الناس كانوا كيمشيوا للسوق يجيبوا غير هدي عمروا شي حاجة البوطة يحتاجواها مرة مرة لأن كان عندهم الحطب يجيبوا العطرية يشوفوا السوق يتلاقوا في السوق يبيعوا الغانام يبيعوا الأبقار هاتشي اللي كانوا كيمشيوا يديروا الناس ما كانوش يمشي ويشرب الطحين ها؟ كانوا يمشي ويطحنوا فكتبقى الخبز ديال الأسبوع للمرأة كتشوف حداها باللي الخبز يابس الخبز كيتجمع يابس الخبز ديال الضربة الخميرة البلدية بحبتها وبالنافع الزنجلان ميكاتي بس ما كانت تغمالش ثلث يام ربع يام ما كانت تغمالش على عكس حاجة أخرى فكتبقى لها الخبز لحس الاقتصادي ديالها شنو اللقات هييا اللقات باللي ولي ذاتها أخصة تقدم له موجبة الزوج ديالها خارج لمنزل غيج يخصو يتغدى ولا خصو يياكل اللقات باللي عندها الخبز يابس عندها في بيت الخزين الفول عندها لعدس عندها البصلة معلقة عندها التومة معلقة بقالة شوية دياله بزار وبقالة شوية ديالة سكين جبير والملحة عندها كيدوز مول الملحة كيجيب الملحة الحية في الدوار كيجيبها من زردون كيدوار على الدوار كاملين بوحد بغي الله بيد كلها فهذه الناس راح كيععرفوه لا يرحمه مسكين كأنكيدوز الملحة الحية كات كتوصل للناس حتى هذا proceeds اللح هو كيبيع الملحة الحية والبغل دياله بيض هذا معروف الدوار قابلت رهونة قبيلة غزاوة قبيلة بنيم السارة قبيلة بنيم زجلدة هذو كامني كيعرفوها تسييدة داية الله يرحمه السالح نحن من الصغر دينا كنا كان عارفوه لقات عندها هادشي هداية هي معايش معان عشراء الحداش أنا كان أعطيكم الأصل باش ما نبقاش نجتهدو شي حويش ليه ما زيدين الراجل ما كينش باش انها تدبح الخروف و تدير لحم ضوك هيا ما غا تكونش باللحم الفروج كيخرج برا مستحيل تشد الفروج في العشرات الصباح هذي مستحيل احنا كان عدنا الفرارج والبادية حتى الآن الفروجي لما غفلتيش مع الفجر ما عمرك تشده مستحيل تشد شي فروج مع الحداش النار لانه كان عدنا الزروبا وكان الهندية وكان الزعبول وكان هذي مستحيل مستحيل تشد الفروج يعني ما كين جاج لا حلم انك تدير شي حاجة ديال جاج داوك شنو عندها هيايا عندها الملحة عندها الخبز يابس عندها شوية ديال يبزار عندها شوية ديال سكينجبير عندها البصلة وعندها التومة إلا بقت له شي حبة دي الماطي شاء ولا شي حبة ونساكة ولا جوج حبة دي الماطي شدت هذه القدرة درت فيها الفول ودرت فيها العدس عندها زيت زيتون في بيت الخزين عند الملحة عندها شوية شوية جيبزار درتون سكين جبير درتون كتزيتها شوية دي السمن الدجاج ما كينش اللحم ما كينش أخا هاد الأمور هادية كاملة ما كيناش وعند هالكسكاس هاد شي دارت رداته طيب دارت شوية ديال البصلة قطعت شوية ديال البصلة ما شحراتش الناس را ما كانوش كي يشحروا أخا حطات البصلة شوية ديال ما عطيشها زادت واحد الحفينة ديال العدس زادت واحد الحفينة ديال الفول كل شي مغسول أخا فول البلدي اللي هدرنا عليه البارح زادت شوية ديال زيت شوية ديال الخرقوم وحضر اسم علقاء ديال السمن وحطات تومي طيبو في الجهة المقابيلة عندها الكسكاس بالدكاء ديالها الخبز قاسحة شنو خاصة تدير لها؟ دارتها في الكسكاس البورما عمرتها بالماء خلتها تبخر شنو وقع لهذا الخبز شدت الماء تبخرات دارتها في القصعة طاب لهذا كشي هزت المغرفة القصعة ديال العود كانت القصعة ديال العود ربا قدابة العود ديال الأشجار جميع أنواع العود باقي الناس كيصنعوها دابا كمان معلقاتها شدت هذه القصعة حطات فيها ذاك الخبز جال راجل كان على برا كيشتاغل في الحقنوف هذه جال ولدات كانوا كيسترحوا شدت هذه المريقات صقتها سمتها رفيسة العمية رفيسة العمية خرجت من هذه الظروف هذه ما كتدار فيها لحم ما كيددار فيها جيش رفيسة العمية إلا لقت عندها المرأة إلا لقت عندها هاتشي لكا نباقي لها إلا لقت عندها القديدة كانوا كيديروا واحد المرصو صغير ديال القديدة واحد طريف ماشي بشي تنكل كتكتفزقوا في الليل كتخليه تايفزق مزيان هذك القديد ويطلق ذاك الملحة دياله لأنه فيه الملحة بزاف وفي الصباح كتزيدوا مع هذا كين السم كيجي رائع شنو كين في هدل وجبة هدية كين الخبز يا بي استبخروا تحت كين قلنا الفول شوية الفول شوية ديال العدس اللي كينين في بيت الخزين شوية ديال السمن شوية ديال الملحة زيت زيتون اللي كين في الخزين سكين جبير شوية ديال يبزار واحد بصلا مقطعوا شوية ديال التومة التومة كانوا كيديروا راس كامل طاب هادشي هكالاخورت بخش ده سقينه جولو ديدات في حالة ما إلا كان فصل الصيف ما كتزادش الحلبة وما كتزادش للتومة في حالة ما إلا كان فصل الشتاء المرأة المغربية كتزيد لأن أنا ما كيقول لك رفيسة العميرة دير هادي وهادي وهادي رفيسة العميرة هي موسمية سادي بون شنو غتزيد لها رأى بالدكاء ديه لكن تلي كان تعطيه واجابات وتقدم واجابات وتقدم برامج في الطبخ كتزاد ابقرب بلاي رفيسة العميرة رأى هماشي وحدى رأى في الصيف ما كانزيدل هاش الحلبة وما كانزيدل هاش التومة علاش نquer ديرلها ما تيشش لأن في الصيف تكون ما تيشش دها بإفشتا كانزيدلها الحلبة كان في السقوعة في الليل وكانزيدلها التومة علاش لأن هاد الوجباء كانت وجبة عادية في الصيف ده بخصة تصخن خصة تصخن الجسم شنو كنزيدو لهذا المواد باش كي وقع دك لفة كوكتيل باش كي خرجو لينيوب خدوي باش كي سخنونا الجسم وهذا هو الوقت دياله إذا انتو ما فالمنزيل ما قولوه جيبوا القدرة ما بيت الخزين كيني ناس أغلب الناس داروا بيت الخزين انا الحمد لله في المغرب نشهد والحمد لله على عودة بيت الخزين لأن احنا كان عدنا بيت الخزين والله هو الجسم ده بدرناه لا درناه احنا في الجوانب درناه في المج quelle مجملة في المنزل ده دك لأسباس موغ درناه في كين فيه بيت الخزين أغلب الحمد لله بيت الخزين اللهم ما يقول لي قانت ديالبيت الخزين ولا يقول لي جسم اللي فيه مئة ومpee وعشرين كيلو ولي هو بيت الخزين فأغلب البيت الخزين عودة الحمد لله لأن أنا بشكر المغرب أننا والناس اللي راهم يرسلوه ويشوفوا يديرو تصوره وغتشوفوا واتجدوا واحد تلقوا بلي نعم عودة بيت الخزين في المغرب ومن يرجع بيت الخزين عارفوا الصحابة ترجع الحمد لله فمن هنا خرجوا انتوا ما في المنزل ديلكم دابة دابة كتبقى لكم الخبز وبرش تعرفوا أنا كنهدر على الخبز ديال الدر بالخميرة البلدية بحبة حلاوة بالنافع بالزنجلان بالحبة السوداء بزريعة الكتان الخبز الآصيل كيضيع كيضطرم ما عندك الجاج لي غياكلوه ما عندك حيوانات لي غياكلوه في المنزل ديالك شد واحد طبق ديال في واحد توب ديال حياتي هذك طبقارة مهمة طبق توب ديال حياتي وخطي كل مرة بقعت لك الخبز خليها واحد يومين ثلاثيين ما يجمعها ديال وليدتك هذا رفيسة العمية دي وانتي كتاكول وشرح لهم نيجات رفيسة العمية فهي فيها حس اقتصادي فيها حس اجتماعي فيها حس تاريخي فيها حس ديال نوستالجيا زائد الفوائد عارتي ميكا نهدره لا رفيسة العمية الخبز نهدرهش عليه انه فيه زراع راع في هاد الامور هادية كاملة وجبرة رائعة جدا اول حاجة كتعطيك لصاصية تيوخال كمية صغيرة كتخليك تشبع باش كتشبع كتشبعها بحى انك كتاكل واحد وجبك لو هجدودك تصور في داك اللحظة انت عارفتوش نهايدي بزرد نسمك يعارفوش قيمتها ميكا تاكل خبز خميرة بلدية اكبر حاجة كتستفد منها من غير ذاك الرائحة ميكا تكون كالطيب لان فيها ما يقارب ربعميات اغوم لا نكونسيون ديالك لا واعي ديالك شك يقول كيقول انا جسوي هندخان دابا دابا كناكل واحد الوجبة اللي كلهاها جد 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 جدي تقلس كتاكل بانيني بانيني رانتا اول جيل كتاكل بانيني مي رفيسة رمسها في لونطن كلهاها الناس كسكسو رمسها في لونطن ميكا تقلس انت وتاكل كسكسو عارق متشيشة ماشي بشي حاجة اخرى متشيشة ولا مفتو البليد ادوار كسكوس خب فكتاكل شي حاجة الناس كلهاها هذه هذه ارى الف سنة كسكسو العمر دياله الف سنة كتر مشي دول تاريخ ديال كسكسو فيت التاريخ ديال شي دول الان ونجيو احنا ياه ونقولك لا غا فيزيتا لا غادي نبدلوش هتبدل فيه هتبدلش حاجة ليه عارقة ما يمكنش هاد الشي دا مخصناش نقيسوكي ما هدرنا على الوجبة هاد يرفيسة اللي كترجعك للنصطالجي يقول سمان والوليداتك يحماقوا عليها بلا الحم بلا تجاج بلا التح خصنا نديروها بالحس الاقتصادي ودبا احنا دبا فاتل وش ما كنعيشوش ظروف صعبة فيما يخص الاستهلك وش ما خصوش يرجع عندنا هاد الحس الاقتصادي احنا عادي كلمرة اللي هي ما بقالهاش في الدار انها الراجل ما كنش ولا بش تدبح خروف ولا تدبح جدي ولا ولا تدير جاج بلدي ولا هاد لش هنديرنا للحملاش لش دروري نديرنا مادة بروتينية واخرنا مش ينقولو نقولو غاحنا نقدروا نجتهدو نقدروا نجتهدو كيفما نقدر نزيد بيضة بلدية فوق هاد الرفيسة دي مسلوقة ما تنا عندي ثلاثة ديال دروري ندير لهم بيضلوا واحد فوق هاد وهنا مغدي من من يعني الجميل ان اول فائدة دياله كتعطي الشابع كتشبع كتعطيك لاصاصيته هذا كل اكوان هذا كل الجانبات في المعدة كي عمروه كتولي الجسم كيولي الطفل احنا ما كنا دروري صغر كناكلوا الرفيسة الشي كتاكل غاة ثلاثة الدغمات لان هم اللي كان لحقوا معك نكونوا كاللعبوا بالزاف ما كيبقناش الوقت للماكل لم يكننا صغر يعني كنا الى الحقنا ثلاثة اربعة الدغمات راح ناكلينها ما غانجيو حتى للمغرب عادة عنجيو هاتشي لا تغدينا مع الوقت ديالغدال يعني كنكونوا فرحانين باللعب وكنصنعوا السعادة وكنكين العواد كين الحجر كين الأوراق كنا كنا كنلعبوا به كنا كنخلقوا السعادة ديالنا اللي ما لغزموا اليوم كيتخلق السعادة السعادة بتليفون الطفل شادو علم الله قال كيقول لك لا دخلوا من الشارع دخلتي من الشارع وعطيتي شارع هذاك أكبر ماشي شارع هذاك كوكب كامل أعطيتي هلوف دك التليفون وليدت هاتشي اللي بغين أخا فهاتشي علاش الرفيسة جات مهنا الفوائد ديالها أول حاجة كتعطيك الشابع بحال بيصارة وانت افطر في البيصارة وشوف كيفاش غتقي لنهار كامل بعض الوجبات مو زيافة بعض الوجبات تسمحوا لي على المصطلح غير كتضحك على الجهاز الهضمي ديالنا ميك تاخد نتا حلوة غير كتضحك على الجهاز الهضمي ديالك علاش طلعت لك الأقليسيمي بالزربة هبطت لك الأقليسيمي بالزربة جاكش الجوع المو زيف كيتسمى ليبو أقليسيمي غايكسيوني ميلا أخذتي الرفيسة والبيصارة كيك تقيل نهارك تقيل شبعان سير دك الساعة آجي هكا الرفيسة كتشبع زيت شنو فيها زيت الزيتون ميك أقولو زيت الزيتون عملاق الوقت ديال ديال كي سخن الجسم هدرنا على العناصر دياله ميك تهدر على اللي كينب زيت الزيتون راك تسخن الجسم بوليفينول قوي جدا تغزو ليدوكسي تغزو الأوميغا تسعود أولوغبيين هدو حفظوهم الناس الحلبة الحلبة من أروع المواد هلاش الحلبة مش كتفتح الشهية لا الحلبة كتنتوي كتنقي كتزول ذاك الخمائر وكتزول البكترييات الضرة اللي كيني على مستوى الأمعاء ديالنا هدو الحلبة وكتنشط تنشط عمل الكابيد وخاصة السوبر أكسايد ديسميتيز واحدة جوجو ثلاثة شوفوا هذا كتنشط الكابيد كيعشق الحلبة بوحد درجة كبيرة بزر مشيش الدانة ونخلطها 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 مشيش كتتخذ الحلبة ها في كتتخذ دير رفيسة انت عندك رفيسة العمية ديرها مرة في السيمان ما كتبقى لكش الخبز هدو شي لك ونتي كتعجن في الدار بيانسور لنبقى لك الخبز دير رفيسة وزيد معها الحلبة ها انت اخذيتي الحلبة بلما نقع وحنا لها ثلاثة الحبات في الفطور ثلاثة الحبات في الغداء هذا ليس بيستهلك خا هذا يعني نستهلك ولا نستهلك خا فهد شي علش الفوائد دير الحلبة الفوائد زيت زيتون الفوائد دير ليبزار علش داروهما ليبزار بالضبط علش ليبزار وعلش دارو معها الخرقوم شوف الدكاء علش ما داروش ليبزار بوحده علش دارو على ليبزار والخرقوم لان الليبزار فيه البيبغين والخرقوم فيه الكيركومين كان هدر على الخرقوم البلدي فيه الكيركومين كل شي كهدر على الفوائد الكيركومين لا تمتص على مستوى الأمعاء إلا بوجود البيبيرين ما كانت تكدير إلا دارت اليبزار دروري تدير الخرقم ما تقدرش تدير واحد فيهم اليوم العلمي يتبيت أن الكيركومين لا تمتص إلا في وجود البيبيرين الخرقم اليبزار يسخنوا الجسم زيت الزيتون الفول قدرنا عليه البالح الآل دوبة تصنع لك السعادة تأكلها يصنع لك السعادة هي خصة تصوب ذلك الوجبة باش تساعد زوجها وتساعد راسها وتساعد وليداتها مين كتشوفوا ليداتك يكلوا يكتشبع كانت الحس هدا الحس اللي كان اليوم اللي أنا ما عنديش الوقت نوجد الوجبة خا ندرش على كل شي بيه نسور سمن ندير واحد شوية سمن قوة للكولونسيت خلايا القولون تعشق السمن هدو وجبات كله المصلة الآليين والآليسين واللي بخدوه يسوفخي ثومة الآليين والآليسين كذلك ولي بخدوه يسوفخي اللي كان ينفتوما هدو شي كامل هدو جمعنا فوجبة قوية اسميتها رفيسة العمية أنا أظن هاد الاسم هذا حيث كينا رفيسة كينا رفيسة العمية أظن أنا باش يفرقوا الناس القدام على الرفيسة العادية والحس الكوميدي والفوكاهي اللي كان عندهم اسموا هدو رفيسة العمية اللي ما عنداش ترجمة في اللغة الفرنسية تقدر تكون في الإنجليزية ما الفرنسية ما عنداش ترجمة ما عنداش ترجمة أخا أولا التردا كانوا كيسميوا التردا كين بعض المناطق في المغرب كانوا كيسميوا التردا ما إحنا اللي كيهمنا هما المغاربة دبا كيعرفون على شك نهضروا وكيعرفون الوجبة وداقوها ونتحداكم تديروها الوليداتكم من قلبكم وما يعجب ما تعجبهم مش تدري الصغار كيحمقوا على غيمي كيقولوا الرفيسة العمية القواعد ديالها منين جت خصنا نحافظوا عليها بكل التفاصيل ديالها ما ينزيدوا شي حاجة يعني أنا بعض المرات كيبالي أنا تشويه الصورة ديال الوجبة في الحريرة في كسكسو في بعض اللادي وش كسكسو كيذ دبا كسكسو تكلب الفورشات عرفتوا القصة الفورشات من بعد نعودكم القاس دابا الكوسكوس غوفيزيتا كيتكلب كسكس هاداك غوفيزيتا وي كيتكلب الفورشات ما كسكسو الحقيقي كيتكلب اللقمة اللقمة كتديرها في الدكو كتحسبها وكتشهدك المكلة باللقمة من بعد نديرو لوحة جوج حلقات ولا ثلاثة لأنها حلقة ما كافية بشتاكل باللقمة فتعرفي صارة ممكن ناكلها باللقمة وما تاخدوش بالمعلقة كولوا بيدكم وأي واحد كيسمعنا دابا كول انتك تكسو بيدك وكولوا بالمعلقة ما كتعرفش هاد تعلم لش انت خلقتي كتعرف تشد ستيلو تشي وحد ما خلقك يجعرف يشد ستيلو وكما تعلمت تشد ستيلو وكتقول ولدك هاكي فاش تشد ستيلو كتتعلم تدير اللقمة واخي يكون في عجمالكتا 30 عام إذا كنتك تحشم تعلم تشد لقمة 30 عام كنقول لك انا رك معد تعلمش تحويج اخرين لأنه إلا صغرتي راسك في تعلم اللقمة وتعجن وتعلم تعجن هتصغر راسك في عالم واحد أخر اللي انت كتشتغل فيه لأن انا تعلموا يوميا فأنا شخصيا إلا ما كنتش كان عرف اللقمة ما عن تعلم اللقمة ولكن الحمد لله اعلمونا اللقمو احنا من الصغر دينا هكا عو تاني كنبعد ناس كي يحشموا يتعلموا يعجنوا والضنكي لك انت كتشتغلي في شي مجال رمعها تعطيش فيه لأنه ما عندكش هادك الاسبري ديال التعلم والاسبري ديال التعلم ونصغر ضماغي ونسول والحمد لله المعلومة في المغرب عندنا موجودة رفيسة العمياء من الوجبات اللي هي عملاقة من الوجبات ديال الفصل هذا من الوجبات ديال ان شاء الله راه قلتها لكم وستترون ان شاء الله بإذن الله لانا قلتها مشيحكم انني متخصص في الارصد ما يدخل الاشتاء ان شاء الله ها يدخل الاشتاء نهار طح الشتاء اللولا شمو خرجو لداتكم ما يطح الشتاء اللولا خرجو لداتكم يشمو ذاك الرائحة التراب هادك راه تخمر الميكوباكتيريوم فاكاية هادوك الباكتيريات اللي كنفتر بتتخمر وتعطي ذاك الرائحة وهادك الرائحة راه تتوسع لبغانش كتوسع لزالفيون كتوسع لحويصيلات ديالرئة ولكن ان راشتك تطح على الزليج وكتطح على الشانطي راه تعطيك شاد الريحة حيث كين اللي كيبغي خرجو ويطح الشتاء على الشانطي قولك هنشد هاد الريحة الشانطي راه مصوب بزفت انت راه تتقلب على التراب فخرجو لداتك لالتراب هادك التراب هادك لان من تم ما قد قلوه من هناك اناكلو ومن هنا تصنعنا ومن هنا غرجوك فان شاء الله ما يطح شتاء ديرو هاد العملية هدية وجيبو هاد الخبز هو يابس وصوب الرفيس العمير ولداتكم وعودوا لها القصة ديالها وعودوا لها الحجايات ما نوم الله اننا واحد نهار رجعون عودوا لولدتنا الحجايات وذك الحجايات القديمين وهكا يرجعون هاد الزمن الجميل هاد لان هاد هو تاريخنا وهاد هو مستقبلنا فنحاولو نستقله فاد الحاضر هاد مرحبا 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 شكرا